الوحيد القدس الاله الوحيد امين نعمته ورحمته وبركاته لقبل الابدين والظهر الظهرين كلها امين نتبع مع بعض تأملات وردود على البضع والهرتقات ونرد على المبتدعين والاقويل والشهر والشبهات التي رمى بها البعض سفر نشيد الانشيد الكتاب المقدس تعرض من ناس كتير الى هجوم لكن من اكتر من اكتر الاسفار هو سفر نشيد الانشيد فنحن نتربينها لقلقة تلك في ردود على هذه الاقويل انا بدأت الحلقة الاولى في مقدمة عامة واخدت لصح الاول عدد واحد وعدد اتنين وعدد ثلاثة والمرة والمرة اللي فاتت اتكلمت في عدد واحد عدد اربعة النهاردة بنعمة ربنا اذا ربنا يدينا قوة نحن هنكمل بصاحة الاول من عدد خمسة الى عدد سبعة بقول معروس النشيد اللي هي النفسة البشرية انا سوداء وجميلة يا بنات اوشاليم كخيام قدار كشقق سليمان لا تنظرن الي لكون سوداء لان الشمس قد لوحكني بني امي غضبوا علي جعلوني ناطورة الكروم اما كرمي فلم انطره اغبرني يا من تحبه نفسي اين ترعى اين تربط عند الظهيرة لماذا انا اكون مقنعة عند قطعان اصحابك انا سوداء وجميلة انا سوداء وجميلة اممكن في الوقت اللي هو كتب فيه سفر نشيد الانشيد كان مقياس الجمال عند البشر كان بيعتبر المقياس اللي هو الابيض يعني الابيض هو ده الجميل ممكن حاليا اختلف المقياس بتاع الناس لكن في وقتها كان المقياس اللي هو المقياس غير المقياس الحالي يعني فلما فلما النفس تقول انا سوداء وجميلة يا بنات ورشادين عايزة تفتكر النفس البشرية اصلها هي خلقت من ايه انا سوداء وجميلة والسواد هو رمز الارض السواد هو رمز الارض وامكن سوداء وجميلة سوداء لانني مأخوزة من الارض وجميلة لانني في نفخ من الاله وده هنلاقيها في سفر التكوين الى صح اتنين ومن عدد السبع وجبل الرب الاله ادم ترابا من الارض ونفخ في انفه نسمة حياه فصار ادم نفسا حيا فصار ادم نفسا حيا فهنا اخذ الرب الاله تراب من الارض السوداء ونفخ فيه فصار نفسا حيا انا سوداء وكميلة انا سوداء لانني مأخوزة من الارض طبيعتي تتميل للتراب وتميل الطبيعة الترابية وجميلة لاني نفخ من الاله عشان كده امكن لما بدأ سفر نشيد العبارات اول عبارة سفر نشيد بتقول يقبلني بقبلات فمه اي تريد انها تحيا مرة اخرى من خلال النفخة التي نفخ الله فيها في الانسان فصار ادم نفسا حاليا هنا انا سوداء وجميلة يا بنات ورشالين السواد لاني طبيعتي من الارض وجميلة لاني نفخ من الاله وممكن البعض بيسأل نحن ليه لبسين لبس اسود في الحياة العامة ولما بنصلي بنلبس لبس ابيض هو ده صورة رمزية ان احنا عايشين في الارض فاللون الاسود اللي هو لبسين والاباء الكهنة هو رمز للارض نحن عايشين في الحياة الارضية ولما بنصلي ندخل في الهيكل وفي الكنيسة بنلبس اللبس الابيض لبس السماء او لبس الملايكة او لبس النوراني فالتنين مع بعض انا سوداء وجميلة يا بنات ورشالين كخيام قدار كشخف سليمان انا هاجب عديها لخيام قدار وشخف سليمان ديان ذكرت في الكتاب المخدس عن السواد والجمال انا سوداء وجميلة يا بنات ورشالين امكن اول قصة تذكرنا بالسواد اللي هي المذكورة في صفر العدد صح اتناشر لما موسى النبي تزوج بالمرأة الكوشية الكوشية يعني لونها اسود يعني من جنوب من افريقيا يعني فزواج موسى بالمرأة الكوشية الامر ده ما وجدش ارتياح عند اخواته لا سياما هارون ومريم لا سياما هارون ومريم واتكلم لموا ضده وشهروا بيه وعشان كده ربنا سمح ان مريم تدرب بالبرس وخرجت خارج المحلة والبرس هنا كالرمز الخطيئة عايزوا اقول لهم ما تتكلموش على حد حتى لو شفتوا واحد وحش واحد حلو ما تتكلمش على حد لأسف شديد الايام دي الناس كل واحد بتتكلم على التاني ما فيش حد بينظر لانه هو طبيعته ممكن يوعى في في نفس المشكلة اللي وعى فيها هذا الاخ ويقول له يا رب انا سوداء وجميل لا انا سوداء انا طبعي خاطي انا طبعي خاطي طبعي الخطيئة يا طبعي لكن جميلة جميلة لما ارجع لربنا مرة تانية وعشان كده امكن في في قصة الابن الضال انا ها اكمل بس الحتة دي بس هسير بس الجزء بتاع ابن الضال ابن الضال لما رجع ابوه قبله فرح فرحا وكان من ضمن حاجات انه ألبسه سيابا جديدة يعني عايز اقول له اني نسيت كل الحاجات بتاحتك القديمة ونسيت كل اللي انت كنت عايش فيه وانت اصبحت الان جديد انا سوداء وجميل واكمل حديث المرأة الكوشية اللي هي تزواجها موسى النبي وتكلمت مريم على اخوها وهنا رسالة من الله لكل انسان متتكلمش على حد ما تشهرش بحد ما تتكلمش على اي من ادم ولا تشهر بي اتركه هو لمولاه يزبط او يسقط ولكن ما تتكلمش على حد الحياة انتشرت في هذه الايام النميمة والادانة بطريقة غير عادية وكأنها اصبحت عرف وكأنها اصبحت هي عادية لكن تي خطية خطية عندما تكلمت مريم على موسى الله دربها بالبرس وتعطلت المسيرة الشعب سبعة ايام واقاموا في المحلة وما تحركوش عشان مريم فهنا كان المرأة الكوشية اللي هي المرأة السوداء هي رمز لكل نفس سورة رمزية لكل نفس تتحد بالمسيح فاذا كان موسى بيرمز الى النموس والشريعة والمرأة الكوشية ترمز الى الامم فاني الله عايز يقول ان الامم ايضا مقبلون الله مش جاي بس لفقة معينة ولا الله بيفهم بس اللغة معينة بس هو بيفهم ربنا لا الله للكل لان الله فلق العالم كله عندما خلق الله آدم نفخ فيه نسمة حياة فصار آدم نفخا حيا كل البشر دول ولاد ربنا كل الناس في كل عالم ولاد ربنا فمن دينش حد وما تكلمش على حد انا سوداء وجميلة يا بنا دور شليم والسواد اذا كانت بترمز الى القاطية ان احنا طبعات مأرضية او رجالنا هي ترجع عروس النشو تقول كده لا تنظر ليا اللي كان سوداء لان الشمس قد لو حدني الشمس اللي هي التجارب يعني والبعد عن الها هي سببت لها هذا اللون التغير في اللون البشرة بتاعتها لكن ارجع بس في الكتاب المقدس عشان انا لما بذكر عبارات بجيبها كلها من الكتاب المقدس عشان محدش يفتكر ان احنا بنحاور نبرر كلمات النشيد لا الكلام ده هو موجود في الكتاب المقدس والاباء كمان شرحوه والجميع يعرفوه فهنا المرأة الكوشية ترمز الى كنيسة الامم لو نهى اسود وموسى يرمز الى كنيسة العهد الجديد فالاثنين في المسيح سيصيروا واحدا سنتحد بالمسيح المسيح عشان كده قال كده زار بكرا بين اخوة كسرين او بكر هو الاصل هو الذي اعطانا الحياة فيه ولما متحد فيه بناخذ هذه الحياة هو بهاء مد ورسم جوهر وحامل كل اشياء بكلمة قدرته دي اول قصة اللي هي قصة المرأة الكوشية وموسى النبي القصة التانية اللي موجودة برضو على يعني تعبير اسود او واحدة سودة هي او لونها اسود يعني هي القصة اللي موجودة في ملوك الاول صاح عشرة اللي هو زواج او مش زواج ممكن البعض الرؤية الزواج الاولاني كان زواج المرأة الكوشية بموسى دي رؤية المرأة او المالكة مالكة سبع التي جاءت من اقاص الارض اللي تسمع حكم السولان البعض قال انها في اليمن البعض التاني قال انها ففريخية لكنها من الجنوب يعني والجنوب في ذلك الوقت كان بيشير الى يعني وكان لوم البشرة بتاعتهم اسود فملكة سبع وهي ترمز ايضا الى كنيسة الامم رمز الكنيسة الامم زي ما كانت المرأة الكوشية رمز الكنيسة الامم جاءت لتسمع حكمة سليمان جاءت لتسمع حكمة سليمان وده الكلام المسيح قاله للناس ملكة التانيمن يا ملكة الجنوب ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه لانها اتت من اقاص الارض لتسمع حكمة سليمان وهو ذا اعظم من سليمان ها هم عايز يقول لهم اذا كانت هذه المرأة جاءت لتسمع حكمة سليمان فهي تمثل هذه النفس انا سوداء لكن جاية تتجمل وجميلة يا بنات اورشالين يا بنات اورشالين والحقيقة قعدت هي تمتحن سليمان باسئلها لتعرف حكم سليمان وبيكمل الكتاب المقدس هذه القصة الى اخرها هي قصة رمزية اعطاها سيد المسيح لنا عشان نرجع ونتوب اليه ونعرف مرة اخرى انا سوداء وجميلة يا بنات اورشالين والاباء استفادوا اوي اوي في شرح الهدايا التي قدمتها هذه الملكة مش وقتها نحن نذكرها دلوقتي عشان بس ما نخرجش على المنهج اللي احنا برسمينه اللي احنا بنفسر هذه الايات لكي ما نبين انها نشيد ما بين نفس البشرية وما بين الكنيسة وما بين الله الذي احب هذه الكنيسة وصفر المزامير مزمور 68 عدد 31 وعدد 32 بيقول كده يأتي شرفاء من مصر كوش تبسط يديها الى الله يا مالك الام غن لله رنموا للسيد كوش اللي هي يعني مذكورة هنا اللي هي صورة انا سوداء تأتي وترنم للرب ودي صورة رنزية لكنيسة العهد الجديد اللي هو الامم يعني الكنيسة الاممية فأنا سوداء كنيسة الامم بتقول انا سوداء وجميلة كان مفروض من يساعدني كان مفروض يساعدوني هما دول اللي هم ابتوا العهد القديم كان مفروض ينشروا الكرازة وينشروا الملكوت لكل الناس وينشروا تعالوا اتمتعوا بيحنا متمتعين بيه لكن حيئا حصروا في ذاتكم وفي داخل دائرة بتاعتهم وانغلقوا على نفسهم بدم يكونوا هما نور للعالم لم يساعدوا الاخرين عشان كده بتقول عزور النشيط بعدها جعلوني نطورة الكرون يعني خليني احرص بس لكن كرم لم احرصه ما ساعدهاش انها اتخط هذه هذه الامور انها تكون تستعيد جمالها الاولاني انا سوداء وبعدين وجميلة يا بنات اورشالين بنات اورشالين تشير الى الناس كينس العهد القديم وانهما كان عندهم الشريعة وعندهم النموس وعندهم الهيكل وعندهم الزباح وعندهم التخدمات وبدل ما يخرجوا انهم يجمعوا الامم بكين ما يتحدوا بالله ويعرفوا الله انغلقوا على نفسيهم واختكروا نفسهم انهم شعب الله المختار العروس النشيد النفس البشرية تصرخ لله انا سوداء وجميلة يا بنات اورشالين انا ما تبصوش لي ان انا سوداء ان انا مأخذة من الارض من الشمس اللي قد لوحتني ان انحرفت البشرية عن عبادة الله بابادات اخرى كتيرة لكن ما زال في في جوايا صورة الله الصورة الالهي وزي ما هشوف بعد كده الكلام ده واضح في العدد اللي بعد كده انا سوداء وجميلة يا بنات اورشالين المزمون هي واضح اوي يأتي شرفاء من مصر كوش طبس يديه لله يا ملك الارض غنوا للرب للله رنوا للسيد وهنا دي كنيسة العهد الجديد اشترك السيد المسيح قال لهم اذهبوا وتلميزوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والاب والروح القدس الامم كلها ان تخرجوا للعالم كله ادعوا هذه النفوس السوداء لكي ما تأتي وتصير بيضاء او تكتشف الحقيقة الالهية انها بيضاء او انها جميلة من داخلها يا بنات اورشالين دي الحياة اول جزية انا سوداء وجميلة انا سوداء لاني مأخوزة من ارض وجميلة لاني في النفخة الالهية والحياة التوى المقدس واضح لنا على هذه الامسل وبعدين الكتاب المقدس يدينا مثل او يعني مثلين كخيام قدار كشخف سليمان كخيام قدار كشخف سليمان اول حاجة من هو قدار وما هي خيام قدار ومن هو سليمان ومن هي شخف سليمان سليمان احنا عرفنا عنه انه سليمان سليمان عرفنا عنه انه هو كاتب سفر نشيد الانشيد اللي هو الملك شليمان ابن الملك داود اما القدار فهو بنسمع عنه في سفر التكوين اصحاح خمسة وعشرين ومن عدد وده كان ابن من ابن اسماعيل الابن التاني الاسماعيل انت عارفين ان ابونا ابراهيم تزوج هاجر تزوج الاول سارة ولم ينجب منها وبعدين الله اعطاه عهد ان هو بصار يكون لك ابن سارة استعجلت الموضوع واعطت هاجر لزوجها فحبلت هاجر وهي هاجر كانت مصرية ولدت اسماعيل وبعد كده طبعا الله فتح رحم سارة اعطاها اسحاق وده الحقيقة اللي هو موجود في الكتاب المقدس عن عن انقدار فقدار هو ابن اسماعيل ابن اسماعيل وبيقول كده ان هاجر اخذت لاسماعيل زوجة مصرية يعني من 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 قريبها يعني احنش ادخل في تفاصيل انساء لكن اللي عايز اقوله بس ان قدار هو ابن اسماعيل كدار هو ابن اسماعيل في سفر التكوين اصح 25 ع 13 وهذه اسماء بني اسماعيل باسمائهم حسب موليد بكر اسماعيل وقدار وادئيل ومسام وبرضو في سفر اخبار الايام الاول اصح 1 29 هذه موليدهم بكر اسماعيل نبيوت وقدار وادئيل ومسام وفي سفر المزامير بيتكلم على خيام قدار خيام قدار يعني هو قدار هو ابن اسماعيل وكان يسكن الخيام كان يسكن الخيام وكانت خيام قدار مصنوعة من جلود الماعز وجلود الماعز كان دونها اسود فبالتالي العروس بتأكد انا سوداء وجميلة كخيام قدار كشوخق سليمان انا سوداء كخيام قدار وجميلة كشوخق سليمان ونشوف بعد كده ايه هي شوخق سليمان دي ان كان دونها ايه وعشان تبايل الكنيسة او النفس البشرية ازاي هي سودة او ازاي هي فخيام قدار دي ان كانت لونها اسود وموجود طبعا في الكتاب المقدس بيتكلم على هذه الخيام على سبيل المثال في سفر المزامير المزمور المزمور مزمور مية وعشرين على خمسة ويلي لغربتي في ماشك لسكناي في خيام قدار لسكناي في خيام قدار وبعدين في اشعية واحد وعشرين على ستاشر كذا قال لي سيد الرب في مد السنة كثيرة الأجير يفنى كل مبدي قدار تكلم على قدار القدار اللي هي المقدس بتاعهم هي يفن يعني و بسكر كل حاجات الآية المذكورة عن قدار لكن ما يهم مني إن قدار هو ابن اسماعيل وقدار بيشير إلى النفس البشرية اللي هي الخطئة الخيام بتاعته يعني من خارج اللي هي لونها أسود من من جلود الماعز اللي هو الأسود فدي بتشير إلى النفس البشرية أو تشير إلى طبعتنا الأرضية إن إحنا مؤخذين من الأرض والأرض اللونها أسود وإحنا حتى مزيدنا كأباء كهنة بنلبس اللبس الأسود ده إشارة إلى الحياة الأرضية وبعدين بيقولوا كده في في أشعية 21 و17 وبقصية عدد قسية أبطال بني قدار تقل إن الرب إله إسرائيل قد تكلنا كانوا هما دول أبطال كانوا أبطال الحرب وإنهم عايشين في الصحرة فكانوا متعلمين الحرب وبتكلم على قدار كتير أشعية 42 11 وأشعية 67 وأرمية 2 عدد 10 وأرمية 49 عدد 28 وحسقية 27 عدد 21 دي كلها بتكلم على قدار أو قيام قدار قدار أو خيام جميلة يا بنات أو روشالين كخيام قدار كشقق سليمان أنا جميلة كشقق سليمان أنا جميلة كشقق سليمان وهنجي نشوف إيه المقصود بالشقق سليمان كلمة شقق يعني من شق شق يعني يعني فتحة كده فالشقق عبارة عن اللي هي الستاير الستاير إنها عبارة عن قطع فشقق سليمان اللي هي هذه الستاير وستاير سليمان هي دي من بتفكرنا بما هو موجود في سفر الخروج على خيمة الاجتماع خيمة الاجتماع كان فيها هذه الستاير ولما سليمان سليمان عمل الهيكل صنع أيضا هذه الشقق هذه الستاير فكان الهيكل مبني وأيضا الستاير دي كانت موجودة والشقق دي موجودة كتير قوي في الكتاب المقدس أنا هذكر بس شوية حاجات كده وهنشوف ما هي المقصود أو ما هو مفهوم كلمة شقق سليمان في خروج 26 على الواحد أما المسكن فتصنعه من عصر شقق بوس مبروم واسمنجوني وارجوان وقرمس بكاروبيم صنعت حائط خازق تصنعه الآن دي أما المسكن فتصنعه من عصر شقق عشرة بوس مبروم إشمنجوني إرجوان قرمس بكاروبيم صنعت حائط حازق تعملها بوس مبروم اللي هو الكتان بوس مبروم اللي هو الكتان والكتان دونه أبيض وبعدين إرجوان إسمنجوني إسمنجوني اللي هو لونه أزرق حتى جاي منه كلمة السماء إسمنجوني قرمز إرجوان وقرمز الإرجوان والقرمز اللي هو الإرجوان اللي هو اللون البن الغامق البن الغامق والقرمز لون أحمر فاتح أحمر فاتح ولون لهم معاني بعد كده بكاروبيم كاروبيم اللي هو ملايكة يعني صنعة حائق حازق تصنعها أنا هرجع لهذه المعان وهفصرها معكم لكن كده المقدس ذاكر كتير قوي قوي عن هذه الشفاق على سبيل المثال في خروج ستة وعشرين اتنين طول الشقر واحدة سمانة وعشرين زراعة وبعد كده بتكمل مقاسات هذه الشفاق خروج ستة وعشرين تلاتة خروج ستة وعشرين على السرعة تصنع شفاق هنا الحقيقة بتكلم على نوعين من الشفاق تصنع شفاق من شعر ماعز خيمة على المسكن احدى عشر شفاق تصنعها هنا قاله ان في الخيمة خيمة الاجتماع تعمل لتنين دول اللي هما الاولانيين اللي هما شفاق من بوسما بروم اللي هما من كتان واسمنجون اللي هو الازرق والارجوان اللي هو البن الداكن والقرمز اللي هو الاحمر وصنعة ملايكة يعني يعني عدهم صورة ملاك دول هتصنعهم من هيبوا موجودين وفوقيهم تصنع شفاق من شعر ماعز شفاق من شعر ماعز اللي هو اللون الاسود هادي الاتنين هادي خيمة الاجتماع خيمة من برة لون اسود لكن من جوه هذا الجمال انا سوداء من برة سوداء لكن من جوه شفاق سليمان النفس من برة سوداء ارضية جسد جسد ترابي لكن من جوه روح الله يسكن فينا انتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم ارجع تاني فئات كثيرة على الشفاق ديا وشق او الشفاق او تشقق كل هذه الامور لكن هقول بس ما هي المقصود او ما هو المعنى بشقق سليمان شقق سليمان كان اربع الوان بيميز هزي الشقق خيام قدار معروف انها لون اسود بس انا سوداء دا كشقق وجميلة ايه ايه سر الجمال سر جمالي من جوايا سر جمالي ان انا باحمل الصورة الالهية نفخ في ادم وصار ادم نفسا حية هو دا سر الجمال عشان كده لما اريد لك اريد الاية بتاعت 22 من عدد 7 اعني كل كلمة او الفيلم مقدس يعني كل كلمة بيقولها فهنا اخذ تراض من ارض انا سوداء وبعدين نفخ فيه ناس متحيا فهنا الجمال وهذا الجمال الاربع الوان دول يشيروا الى طبيعة الله اول حاجة قال قال عشر شوق عشر طبعا انه مش هدخل في الارقام عشر بيشير الى رقم الكمال وعشر طبعا الوصال عشر وعشر اللي هو بيشير الى طبيعة الابن اللي هو المسيح كلمة الله ما نسميه حتى اطنون الكلمة الكلمة يعني كلمة الله وحتى رقم عشر في كل لغات العالم رقم عشر يسوع يعني جيسوس جي في الانجليزي هتلاوها رقم الحرف رقم عشرة اي بي سي دي اي اف جي اي 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 رقم عشرة في في الابجادية الانجليزي هو هو الحرف من جيسوس. والعربي نفس الحكاية واحد يقول لها يسوعيه اخر حرف الحقيقة الحروف العربية هي متاخدة اساسا من حروف العبري اف جد هوز حطي كلم فالف به جيم دال حطي اللي هو طبعا اغلبكو طبعا عارفين الترتيب دول اللي هو الترتيب العبري انه نفس هو الترتيب العرض لان اللغة العربية واللغة العبرية او اللغة الارمية واللغة العربية واللغة الاسيوبية الامهرية دي كلها من اصول واحدة هي اللغات السامية. وحرف رقم عشرة ده في كل لغات العالم بيشير الى طبيعة الله. فهو رقم عشرة هو بيشير الى طبيعة الله. فتصنع عصر شخق. وحتى ممكن في البركة اللي بيبارك بها الكاهن. انا مش اخرج عن الموضوع لكن بس عشان اقول اني انا سوداء وجميلة الجمال دواني بيشير الى طبيعة الله. الرقم عشرة في هو رقم البركة. رقم البركة. الاب الكاهن لما بيجي يبارك بيحط الابهام على البنزر بالمنزر ده. ويبارك. فده رقم عشرة. ده رقم عشرة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. فبيشور كده اللي هو رقم عشرة. اللي هو بيشير الى المسيحة اللي كنت بأصبع الله فاسمع موجزات فتاقبل عليكم من لقوت الله. ورقم عشرة اللي هو الاخنوم الابن اللي هو سر جمال الكنيسة. سر جمال الكنيسة. هو ده ده رقم البركة او علامة البركة في الكنيسة. والايقونات القديمة بتاعت الكنيسة بيشير الى رقم البركة كده. وامكن اه هكامل بس الجزئية دي انا كمان امكن ده حرف الالفة. بتعمل كده الافة وهنا ام ده. اللي هو انا هو الالف واليا اللي هو رقم عشرة اللي هو الابن. ده الرقم اللي هو علامة البركة في الكنيسة. دي بس حاجة كده بس في السكة عشان بنذكر هنا. انا سوداء وجميلة يا بنات جميلة لان سر جمالي هو الله. سر جمالي النفخة الالهية التي نفخ الله فيها في الانسان. فصار ادم نفسا حية. نفخ الله في ادم فصار ادم نفسا حية. عشر شخق مصنوعة من بوس مابروم. بوس مابروم ده لون ابيض. ولون ابيض ده لونس اللي هو رمز للنقاوة والتهارة والقداسة. وانا اتكلمت في الهوطة السيد المسيح انها القدوس اللي لازم ما يفعل خطيئة ولا موجد في فم هي غشة. وقف كده يقول اليهود من منكم يبكتني على خطيئة. اللي فيكم يقدر يقول ان عمدت خطيئة او ماسك علي خطيئة يوف يقول. طبعا محدش استطاع ان يتحدى العالم كله اللي من منكم يبكتني على خطيئة. اي واحد فينا لو احد يتكلم ان هو بلا خطيئة لا الاف واحد يقول لا انت عملت كذا وكذا وكذا وكذا. فهيه دي اللون الابيض. لون النقاوة او لون القداسة. المسيح القدوس الطاهر الذي بلاعيبه. الذي يفعل خطيئة ولا موجد في فمه غشة. ده اول حاجة سر جمال النفس البشرية او سر جمالنا ان المسيح متحد بنا ان هو قدوس وبلاعيبه. الحاجة التانية اللي هو اه اسم انجوني. اسم انجوني اللي هو اللون الازرق او لون السماء. حتى جاي منها اسم انجوني من السماء يعني. فاللون الازرق هو اللون السماوي. اي ان المسيح الذي جاء من السماء او الذي رعيناه واخذ جسد انساني زينا واخذ طبعتنا هو الله الزهر في الجسد. وبالاجماع عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد. والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مادهو. انا اتكلمت طبعا عن المسيح اللي هو جاي من السماء. اتمنى يعني المحاضرات بتاعت اللهوت المسيح تكونوا سمعتوها عشان تقدروا اه يعني مش عايد اللي انا قلته قبل كده لكن بقى مرخص بس. فهنا بوس مبرود اللي هو اللون الابيض اللي هو رمز النقاوة. اسم انجون اللي هو السماوي وبعدين ارجوان. ارجوان ده كان لبس الملوك. ارجوان كان لبس الملوك. فكانوا مميزين اول انهم يلبسوا هذا اللون. فارجوان هنا المسيح هو الملك. هو النقاوة الطاهر الكدوس الذي بلاعب. السماوي الملك. قالهم كده. المسيح هو ملك الملوك ورب الارباب. ملك الملوك ورب الارباب. وانا الحقيقة برضو اتكلمت على في محاضرة عن المسيح اللي هو الملك. فهنا المسيح لزي ملك. وكان ملك المسيح قال كده ملك الرب على خشبة ملك المسيح ليس ملك أرضي إنه هو يقعد كده يحكم على الناس لكن ملك المسيح ملك سماوي عندما جاء من السماء ومات على الصليب وامدلك كل النفوس بالصليب بالحب الذي يستنعه سيدا المسيح له المابد على الصليب عشان كده إذا كان المسيح هو ملك ملكه بالصليب عشان كده الرون الرابع هو الكرمز والكرمز ده لونه أحمر الكرمز ده لونه أحمر وهو رون الدم فعلامة ملك المسيح الملك ملك السيد المسيح على الصليب هكذا أحبت الله العالم حتى بازل ابنه الوحيد لكي لا أهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية كان بازل السيد المسيح نفسه على الصليب من أجل البشرية هو ده الذي أعطى الإنسانية وأعطى البشرية أنها تعيش بالخلاص ونتمتع بالخلاص فدانا وتأخرنا وبررنا وقدسنا فأصبحنا فيه خليقة جديدة أصبحنا جمال كده في حسخيال 16 جملتي جدا جدا فصلحته لمملكة جملتي جدا جدا فصلحته لمملكة وضعت تاجا على رأسك فصلتي كملكة النفس البشرية هنا الجمال الذي أعطاه المسيح للنفس البشرية هذه النفس التي بعدت عنها هذه النفس التي تاهت زمنا هذه النفس التي شوهتها الخطيئة وشوهتها التدارب هذه النفس السوداء عندما جاء سيد المسيح واتحدت به مرة أخرى استعادت مدها واستعادت زمتها مرة أخرى فلبست سوب البر أو سوب القداسة اللي هو اللون الأبيض وصارت أنشودتها أنشودة سماوية أنها سماوية تعيش في الأرض لكنها سماوية وأيضا صارت تتغنى أنها أصبحت ملكة لأنها ملكت على نفسها الأول وملكت على القطية التي تجد أن تملك علينا لم يستطع الشيطان أن يملك علينا فملكت مع المسيح ألف سنة اللي هو مخصوص بها عاشرة فعاشرة فعاشرة اللي هو رقم عاشرة اللي هو بيشير إلى كلمة الله ومن خلال اتحادنا بالسلوس القدوس والحتة الأخيرة اللي هو بكاروبيم صنعة حائق حازق كاروبيم اللي هو بيأكد الكلام اللي هوتون من شوية الكاروبيم اللي هو نوع من المواع الملايك لما تكلمت على الملايكة وأنواع الملايكة تكلمت أن فيهم الكاروبيم والشاروبيم أو السرافيم والكاروبيم كاف وشين وخازة بعد الكاروبيم أو الشاروبيم اللي هو نفس نوع من أنواع الملايكة ودول أنهم قريبين أوي أوي من العرش الإلهي زي ما قال في سفر الرؤية وزي ما قال في سفر حسكال صح الأول أرجع تاني وأقول أني النفس البشري أنا سوداء لأنني مأخوزة من الأرض وجميلة لأن المسيح هو سر جمالي أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشاليم كخيام قدار كشخق شليمان قلت خيام قدار لونها أسود تعود إلى مرة أخرى نتأكد أن هي لونها أسود لون الأرض يعني كشخق شليمان شخق شليمان يعني أن هي أصبحت هنا تتمتع بالجمال الذي أصبغه الله عليها اللي هو لون الأبيض بعشرة مع الكتاب المقدس بعشرة مع الله بعشرة مع تناول باللون الأبيض بالفكر السماوي بأنها ملكة وأنها مبررة وأنها مخلصة من فرال الفداية الذي أمامه السيد المسيح لأنك على الصلاة بعدين لا تنظرن إلي لكرم سوداء لأن الشمس قد لوحتني هباني أمي غضبوا علي جعلوني نطورة الكروم أما كرمي ولم أم ترهم لا تنظرن إلي لكون السوداء ما تبصوش ليا من بره ما تحكموه لا تبصوش علي حكم خارجي لكن لأن أنا مريت بتجارب كثيرة مريت بحاجات بعديتني بعد كامل على عن 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 الله كان مفروض أنتو يلي بتلموني أنكم تساعدوني بدل ما تدونيوني كان مفروض تساعدوني لكن لا تنظرن إلي لكون السوداء لأن الشمس قد لوحتني الشمس هنا خلتني مش مش ستريت يعني لوحتني عملت كده يعني فيه فيه آآ ميل في عوجاك والشمس دي بتشير إلى التجارب الشمس بتشير إلى التجارب فالتجارب عندما دخلت فيها خلتني مش عجلة شوية مش مش قادرة أكون أو ما قدرتش أحافظ على إن أنا أكون مع الله خط كده خط كده مستقيم أو خط سريع مع الله لا تنظرن إلي لأن الشمس لا تنظرن إلي لكون السوداء لأن الشمس قد لوحتني الشمس بتشير إلى التجارب والشمس بتشير إلى البعد البعد عن الله والحقيق عشان كده نمكن إحنا في الكتاب المقدس في الكتاب المقدس بنقوله كده وفي صلاة أبانا اللازي نحن بنصلي أبانا اللازي في السماوات تقوله إيه ولا تدخلنا في تجربة ولا تدخلنا في تجربة وممكن الآباء استفادوا في مفهوم كلمة التجربة هنا لا تدخلنا في التجربة لا تسمح لنا يا رب إن إحنا ندخل في تجربة نفقد فيها الجوهر الحلو اللي إحنا أخدناها الجوهر الحلو النفخة الإلهية اللي إنت أعطت هنا ما نشوهاش ما نشوهش الصورة الالهية اللي احنا خدناها من عندما نافخ الله في الانسان فصار ادم نفسا حيا عشان كده الحقيقة امكن كلمة الشمس لو حادني او وقت الاباء قالوا ما هي دي المقصود بيها الشمس الظهير يعني ما هي الشمس في انفوانها يعني او في قوتها يعني وقالوا كده الاباء ممكن دي تفكرنا باكتر من حاجة تفكرنا باول حاجة بقصة ظهور الله ومعاه الملكين لابو ابراهيم في وقت حر النهار او في وقت الظهيرة عندما ظهر الله لابراهيم في تكوين 18 وتكلم وكان معاه الملكين وبشره هو وصاره ان هو هيقيم لهم الناس لو يكونوا باركة لأمهم كثيرة والحقيقة كانت سارة بترمز الى كل نفس عقيرة كل نفس مفهاش الجمال الالهي كانها ميتة من برا كانها صورة سوداء من برا لكن الله يستطيع ان يعطي حتى هذه النفوس انها يعطيها حياة والحقيقة ساد المسيح عندما جاء من السماء ونازل من السماء واخذ طبعتنا الميتة اللي هو يعني زي ما اعطى سارة ابن اخذ طبعتنا الميتة واخيانا فيه فصرنا نحن احياء في المسيح الحقيقة في وقت حر النهار ووقت الزهيرة وخيمة كان قاعد فيها ابونا ابراهيم نفس الحكاية كخيام كذار كشوق سليمان الحقيقة احنا اولاد ابراهيم مش احنا اولاد ابراهيم من نفس صلب ابراهيم لكن احنا اولاد ابراهيم بعمل ابراهيم الكده الكتاب المقدس في يحن 839 ان الله الذين يعملون اعمال ابراهيم هم بالحقيقة اولاد ابراهيم فنعمل اعمال ابونا ابراهيم اللي هو وقت حر النهار عندما تقابل مع الله فاحيا سارة عطاها حياة سارة ابراهيم في عهد مع الله اعطاها بعد كده الله الختام سارة ابونا ابراهيم رمز لكل انسان مؤمن حقيقي بالله لدرجة ان التام مخدس قال كده ان الناس اللي هينتقلوا قال كده يتاكئ في حجم ابراهيم واسحاقه يا اخو فصارة ابونا ابراهيم رمز لكل نفس حفظت على عهدها مع الله صارت بامانة صارت باستقامة وسلكت بسلوك كامل وعشان كده اذا كان الله ظهر لابونا ابراهيم في وقت حر النهار ووقت الظاهرة فهنا لكي ما يعطينا مثل اتحاد الله كما اتحد ابونا ابراهيم بنا وقت حر النهار هي فيه حاجات كتيرة في الكتاب المقدس على سبيل المثال اه في اه انا مش هتكلم عليها بكل ملك انا بس بكتفي عشان الوقت ما يجريش بنا اه هكتفي بس بالاشارة اليها على سبيل المثال وهو موجود في تكوين 43 لما اه يوسف التقى باخوه بن يمين في وقت حر النهار حنك احشان ليه رمزي الى الحر ساعات مفروض التجربة تقربنا من بعض لما يكون ضغط من ابليس على ولادة الله يتحدوا مع بعضيهم ويقربوا من بعض ويصلوا من اجل بعض مش يقلوا في بعض ويقطعوا في بعض التجارب مفروض تقربنا من بعض التجارب مفروض تقربنا من بعض والمثال ده في تكوين 43 وايضا حر النهار بيفكرنا السيد المسيح له الماد في الساعة السادسة اياما في اليوم السالسة سمرت على الصديق من اجل خطير تجرى عليها بون ادم في البردوسة وقت حر النهار وقت الظهر كده عندما مات السيد المسيح له الماد من اجل فداء البشرية فاذا كان الشيطان هذه ساعتكم وسلطان جاء الشيطان ليجرب البشرية فكانت المسيح له الماد في نفس الوقت يحلل البشرية في وقت حر النهار او وقت الظهيرة وامكن المسهل ده واضح قوي في انجيل معلم يحنى صاحة 4 حديث السيد المسيح له الماد مع السامرية ذهب اليها في وقت حر النهار وماشى ست ساعات عشان يتقابل مع الماد السامرية ويتوبها هو ده مصرّة الله هي ده مصرّة المسيح له الماد انا اناديه اقول له انا سوداء اقول له لا وانت جميلة اقول له يا رب انا كخيام قدار اقول له لا انت كشوفق سليمان انت ايتها النفس البشري انت كشوفق سليمان هي ده نظرة المسيح لنا عندما تقف امام السيد المسيح لا تقولوش انا كويس وانا حلو سوف تنزل وانت كالفريسي اما عندما تقف امامه فقول له كما قال العشار اللهم ارحمني انا الخاطئ فنزل ذاك مبررا نزل العشار مبررا بدون الفريسي هو ده المسيح عايزنا منه اقف قدامه وتقولوش انا حلو انا عارفك عارف الي جواك انا كخيام قدار هو هرد عليك بسرعة اقولك لا انت ليست سوداء انت طبيعتك صحيح سوداء لكن انا جملتك وجملتك جدا عندما اتحدت بيك ايتها النفس صحيح تجارب كتيرة كانت حواليكي وحبت هذه التجارب تبعدك عني لكن انا كنت في وقت التجربة احفظك واعينك ومش ممكن التجربة تقرب ليكي وتبعدك عني انت لما انت ماس كافيا عشان كده ممكن الكتاب المقدس في سفر الرؤية بتكلم على هذه التجربة او هذه التجارب في رؤية صح 3 والكلام المسيح للملاك كنيسة فيلاديلفيا اكتب الى ملاك 3 على السبع اكتب الى ملاك كنيسة فيلاديلفيا هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفاتيح داود الذي يفتح والاحد يغلق والاحد يفتح انا عارف اعمالك انذا قد جعلت امامك بابا مفتوحا لا يستطيع احد ان يغلقه ان لك قوة يسيرة وقد حفظت كلماتي ولم تنكر اسمي هانذا اجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين انهم يهود وليس يهودا بل يجذبون هانذا اصيرهم يأتون ويسجدون امام الجيل ويعرفون اني انا احبابتك الحت اللي جاية مهمة اوي اوي لانك حفظت كلمة صبري انا ايدا ساحفظت من ساعة التجربة على عتيدة ان تأتي على عالم كله لتجرب الساكنين هيحفظك من التجربة ان انت تمسكت بكلمة الله انت تمسكت بكلمة الله لن تصيبك هذه التجارب لن تصيبك هذه التجارب ده هدخلنا في تجربة هانذا احفظت من ساعة التجربة العتيدة ان تأتي على عالم كله تجرب الساكنين على الارض هانا قاية سريعة تمسك بما عندك للي ياخذ احد اكليلك تمسك بما عندك للي ياخذ احد اكليلك انا سوداء وجميلة يا بنات ارشالين كخيان فضال كشفق سليمان لا تنظرن الي لكون سوداء لان الشمس قد لوحتني شمس التجارب لوحتني شمس التجارب خليتني ميتة زي ما حصل ما مات لامنا سارة مستودع سارة ان هي في وقت ان هي لا تستطيع ان تعطي او تعطي ولد او تلد ولد لان ان كان خلاص وصلت الى مرحلة انها طبيعيا لا تستطيع ان تلد تحمل او تلد لكن الله اعطاها انها تلد و تلد اسحاق اللي هو كان ابن الموعد وكان اسحاق رمز للسيد المسيح له كل المد حتى وان كنت في الهزع الاخير سدقني حتى لو كنت في شيخوخة ولم تعرف بعد الله تكلم معاه وسوف يعلن المسيح لك ردته سوف يعلن المسيح لك ما شئته وهتكلم معاك ويحييك سيتكلم معاك ويحييك وهنا ارجع وقولكم ان طريق التوبة و باب التوبة مفتوح للجميع الله لا يغلق باب التوبة على حد عشان كده عروش النشيد بتعاتب بنات اوروشالين بنات اوروشالين ممكنس العهد القديم تقول لهم لا تنظرنا الي لكام سوداء لان الشمس قد لوحدني بني امي غدروا علي بني امي احنا من ام واحدة من اب واحد وام واحدة ابونا ادم وامونا حواء وادم وحواء ايضا مأخوزين من الارض فنحن جميعنا نتمي الى اب واحد وام واحدة بني امي غدروا عليها مش عايزين هازيها النفوس ترجع في ناس كتير صدقوني في ناس كتير مبتحبش الناس ترجع على ربنا في ناس كتير بيحبو الناس مبشت لها علاقة حية مع الله في ناس كتير أنا لا أتكلم وأعني حدنا granted ما تعنيش مسيحيين ولا أعني غير مسيحيين لكن أعني على في بعض النفوس أنها لا تريد أن الناس ترجع لله تضع أشراء وتضع تجارب وتضع حاجات عشان تعقد بها الناس ما ترجع حول الله لكن إن تمسكنا بكلمة الله إن تمسكنا بكلمة الله إلى النهاية سنخلص إن تمسكنا بكلمة الله إلى النهاية سنخلص هنا دي أنت أنا أنظر إلى نفسي أن أنا خاطئ لكن ينظر المسيح لي أن أنا بار أنظر إلى ذاتي أن أنا بعيد بقلبي لكن أريد أن أرجع هو المسيح هنا فطيلة مدخنة لا يدفي وقصبة مربوضة لا يقصف هنا دي أن اسندوا الناس اسندوا الكل كل من يريد أن يحيا ويرجع اسندوا الدعفاء شجعوا صغر النفوس هي دي رسالة لكل إنسان بيسمع دلوقتي لو سمحتوا أي إنسان تعبان التجارب نوحيتهم الشيطان تعبوا ما تقول باش أنت كمان سبب تعب ليه تقول باش أنت سبب ضغط أيضا عليه لا اسندوا الدعفاء شجعوا صغر النفوس قل باب التوبة لسه مازال باب الأمل لسه موجود الحياة ما انتهيتش ارجع وجرب تعال وانظر تعال وانظر لا تنظرن إلي اللي كانوا سوداء لأن الشمس قد لوحتني التجارب لوحتني الشيطان حبي يبعدنا عن المسيح الضيقات عملت فيها كده الناس اللي حوالي والضغوط بتاعة العالم كلها بتحاول تبعدني عن الله لكن بني أمي غضب علي في الآخر جعلوني ناطورة الكروم أما كمي فلم انطروا ناطورة يعني حارسة في ناس كتير لما يقول ربنا بدل ما الناس ترشدهم إلى الصح وترشدهم إلى التوبة وترشدهم إلى كلمة ربنا أن ينفذوا الوصية وعيشوا الوصية يقول لك يدلوا خدمات يقول لسه ده لسه مبدأش فلان مسؤول عن خدمات كذا وكذا 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 خدمات ايه؟ جعلوني الخادمة ناطورة الكروم ناطورة يعني حارسة للكروم أما كرمي فلم أحرسه جعلوني ناطورة الكروم أما كرمي فلم أحرسه جعلوني حارسة للآخرين وأنا لم أحرس نفسي لم أحرس حياتي الحقيقة دي في منتهى الصعوبة وأنا الحقيقة البرنامج بيزع لكل العالم وتحذير يا أخواتي الناس اللي جايين للمسيح لسه جديد الناس اللي لسه جايين للمسيح خلي كل واحد فيه يهتم إزاي يعيش حياته وينفق حياته مع ربنا مش يطلع يتكلم على حاجاته ما اختبرهاش وحاجاته ما عاشهاش وحاجاته هو وكأنه يحرس كروم الآخرين وكرمه فين؟ فين حياته؟ فين صلواته؟ فين إنجيله؟ فين أسواره؟ فين علاقاته الحلوة مع ربنا؟ فين المغضع اللي هو مفروض يدخل زي ما قال المسيح كده اغلق بابك وادخل إلى مغضعك وصلي لأبيك الذي في السماء وأبوك الذي في السماء الذي يري في الخفاء يجازيك على نيتل فين الكلام ده؟ فين صورة المغضع الحلوة ادخل إلى داخل مغضعك اكتشف الكنوز الرائعة التي أعطاها لك الله كنوز البل والقداسة والتعفف اللون الأبيض في اللون البوس المبروم والكتان واكتشف إنك إنسان سماو ومنتش إنسان أرضي ما تعيشش الأرضيات كثيرون بدأوا حياة كويسة لكن يرجعوا يكملهم أرضيات كثيرون بدأوا إنهم يمشوا في سكة كويسة وبدل ما يحرسوا كرمهم خرجوا يحرسوا كروم الآخرين أما كرمي فلم أحرسهم جعلوني نطورة الكروم أما كرمي فلم أنطرهم وبعدين هذه النفوس محتاجة إيه؟ تقولوا يا رب اخبرني يا من تحبه نفسي أين ترعى؟ أين تربط عند الزهيرة؟ لماذا أنا أكون كمقنعة عند قطعان أصحابك؟ ده سؤال والمسيح هيجاوب عليه الأسبوع الجاي بس أنا الحياة حيب بس أوضح هذا السؤال اخبرني يا من تحبه نفسي ترجح هنا أن نفس البشرية تتخاطب مع الله بصورة الغائب اخبرني يا من تحبه نفسي وتتكلم مع الله بصورة الغائب اخبرني يا من تحبه نفسي أين ترعى؟ أين تربط عند الزهيرة؟ في ناس كتير يفتكروا أن بس اللي بيحبنا هو الإبن في ناس كتير يفتكروا أنه بيحبنا هو الإبن الألقاب يحبنا على كده الألقاب نفسه يحبكم ألوح القدس يحبنا الإبن طبعا واضح الحب التعالي إبن على الصريف فستروس القدس هو الله محب الله محب اخبرني يا من تحبه نفسي اخبرني يا من تحبه نفسي يا الله المسلس الأقنين يا الله الآب اخبرني يا الله روح القدس اخبرني أين ترعى؟ أين تربط عند الزهيرة؟ لماذا أنا أكون كمقنعة عند قطاع أصحابك هنا الحياة ترجع النفس البشرية أنا إيه اللي حصل معايا أنا بدل ما أحرص نفسي وأحصل حياتي بدل ما أكون حارسة ناطرة للكمي أجعلون ناطرة الكروم جعلوني أنا أحرص كروم الآخرين وأحرص الناس وأكلم الناس عن ربنا وأنا سايب حياتي وسايب نفسي وأعايش بعيد لا هنا وقفة مع النفس إذا كان حد فينا له هذه الصورة أو وصل لهذه الصورة إن هو جعلوه ناطرة الكروم وكرمه لم ينطر إذا كان أي حد فينا أو حد بيسمع هذا الكلام وفاكر إن هو أو إن هو بيخدم الآخرين وهو سايب نفسه لا وقفة مع الذات وقفة مع نفسك وقفة مع حياتك وقول له كده اخبرني يا من تحبه نفسي ارجع تاني المحبة الأولى التي أحبنا بها المسيح اخبرني يا من تحبه نفسي أين ترعى؟ أين تربط عند الزهيرة؟ نرجع مرة تانية الزهيرة احنا فصلناها من شوية الزهيرة اللي هو الشداد التبرجة الشداد معركة الشيطانية اللي هو موت الإنسان وانفصله عن الله الوقت الزهيرة أيضا ونفس التقارب الأخوي تقاربنا مع بعضين النفوس كلها تتجمع مع معا الزهيرة تعمى أيضا وقت الخلاص اللي هو تمام السيد المسيح اللي هو المادة على الصليب يأمن في اليوم السادس وفي الساعة السادس ومرت على الصليب الخطيئة تجرع اللي هو المادة على الصليب هذا دي ده وقت الزهيرة وقت الشيطان يضغط علينا وقت المسيح ما هو يشلنا والمسيح ما ينسناش اخبرني يا من تحبه نفسي أين ترعى؟ أين تربط؟ عند الزهيرة عند وقت التجربة يا ربي بتكون فين؟ في ناس كتير قوي قوي بيعادوا ربنا يقولوا يا رب انت ستني؟ لا ما سبكش يا رب انت بعادت عني؟ لا ما بعادش عنك يا رب انت بتعاقدني؟ لا ما بعاقدكش يا رب انت بتقددني؟ لا الله إذا كان بيسمح لنا ببعض هذه الأمور عشان يرجعنا تاني لنتيجة الخطيئة هي بوعدنا عنه فبيرجعنا تاني حايز يقربني مرة تانية ليه؟ أين ترعى؟ أين تربط عند الزهيرة؟ وقت التجربة يا رب بتكون فين؟ وقت الضغوط بتاعت الشيطان بتكون فين؟ لهو موجود هو موجود هو بيسيبناش بس احنا لمن بعد احنا لمن بعد عشان كده بالسؤال ده هجاوب عليه المرة الجاية اللي هو قال لهم لان لم تعرف فياتها الجميلة بين النساء فخرجي على أثار الغنم ورع جداك عندي عند مساكن الرعاة لكن هكامل بس الآية احنا بلاناها لماذا أنا أكون كمقنعة عند قطعان أصحابك؟ مقنعة لابسة قناعة في ناس كتير بيربسوا القناعة مش قناحهم في ناس يلبسوا الصورة مش صورتهم في ناس بيحاولوا يظهروا فمش مظهرهم لماذا أكون أنا كمقنعة عند قطعان أصحابك؟ لأن الإنسان بينسى نفسه وبينسى حياته الأبدية وبينسى أنه سوف يعطي حساباً عن كل شيء عمله وبينسى الإنسان أنه بدل ما يرجع ويعيش بسكة الملكون بدل ما الإنسان يعيش مع ربنا بدل ما الإنسان يتوب بدل ما الإنسان يفتكر الجواهر الإلهية والجواهر السماوية المخبأة جواه الروح القدس الذي يعمل فينا أو النسمة التي أعطاها الله الإنسان نفخها في أنا وفصال نسمة حياة ينسى لكله وتدي يلبس قناع مش قناعه قناع مش قناعه عشان كده هيكمل لنا المرة الجاية ويقول لنا إزاي نمشي أين ترحى؟ أين تربط عند الزهيرة؟ الرعي اللي هو مكان الأكل فين بتوضي الغنمات بتوعك وتأكلهم وفين بتوضي الغنمات بتوعك وتسقيهم هنا الأكل والشرب الأكل والشرب أنا هتكلم عنهم مرة تانية من مقصود بالأكل ومن مقصود بالشرب لما هتكلم بعد كده على حاجات تانية في علاقتنا مع الله لكن ما أريد أو ما يريد الوحي الإلهي أن يوجه إلينا اليوم أن نفس البشرية بدأت إعلام سفر نشيد الأنشيد عن ذات الله طبيعة الله الله المسلس الأقنيم الأول والإبن والروح القدس أن النفوس التي أحبت هذا الإله تركت كل شيء وتبعته وخلب معه ناس آخرين أن حب الله أو حب الإبن ملك هذه النفوس فلم تذكر إلا هذا الحب وراجعت هذه النفوس أنها تخاطب ذاتها عندما اشتدت عليها التجارب وتقول له أنا سوداء وجميلة يا بنات وشريم أنا سوداء لأني بالخطية رجعتني إلى الأرب مرتين التي خلقت منها ولكن جميلة لأن طبيعة الله نضحت فيها أو وضحت عليها طبيعة الله التي هي طبيعة سماوية طبيعة الله التي هي طبيعة النقاوة والبر والقداسة والتعفف طبيعة الله الذي هو ملك الملوك ورب الأباب أعطاني نحن نكون لنا سلطان من دروس الحياة والعقارب وكل أخوات العدو طبيعة الله التي هي القلاص الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلا معرفة الحق يقبلون هذه الطبيعة التي مخبأة جوانا مفروض نظهرها ولا نسمح للعدو الخير أنه يخدعنا بخدعات باطلة ونحن نخرج علشان نحرص الآخرين أو نخدم الآخرين وأصير أنا نفسي محروما زي ما قال الكتاب عشان كده ترجع الناس وتخطبط له يا رب اخبرني يا من تحبه نفسي أعلينا ترعى أعلينا تربط عند الزهيرة لماذا أكون أنا كمقنعة عند قطعان أصحابه إلهنا الصالح أهسلوس القدوس كل مد وإكرام وعز وسلطان وسقود الآن وكل أوان وظهر ظهور كلها أمين أمين تعال أيها الرب يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر